بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة أنا أحب دائما أن آتي بدراسات علمية مؤكدة تثبت فوائد بعض الأعمال بالنسبة للإنسان ونرد على بعض المشككين الذين يعتقدون أن القيم والأعمال الجيدة هي من صنع الإنسان قيم الخير والحب والنفع للناس والصدق والعدل يعتقدون أنها من صنع الإنسان يضعها الإنسان ولكن تبين أن هذه القيم قيم الحب والخير والإنسان تخلق مع الإنسان موجودة في داخلك أيها الإنسان هنا أنا أحب أن أعرض دراسة أو مقالة على موقع بي بي سي أرسلها لنا أحد الإخوة وأحببت أن تنتفعوا بها أيها الأحبة هذه الدراسة طبعا موقع بي بي سي يقولون لماذا أعمال البر مفيدة لصحتك أعمال البر أو الخير مفيدة لصحتك عنوان غريب نحن نعلم أيها الأحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالبر بر الوالدين نحن لدينا على رأس الأعمال بر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا هذه رسالة أوجهها للشباب الذين هم على أبواب الإلحاد أنتم تتبعون الإنسانية تتبعون القيم التي تتعلق بالخير والعدل وحب الناس إلى آخرين طيب العلم ماذا يقول والقرآن ماذا يقول يعني أنا دائما أدعوكم أن تقرؤوا ما الذي كشفه العلماء حديثا من فوائد صحية وطبية ونفسية للإنسان وماذا قال القرآن إذن أنت عندما تؤمن بالعدل أنت تؤمن بمبدأ قرآني عندما تؤمن بالصدق تؤمن بمبدأ قرآني عندما تؤمن بأهمية مساعدة الآخرين فأنت تؤمن بأحد أهم المبادئ القرآنية والنبوية لأن القرآن يأمرنا أن نساعد الآخرين على رأسهم هو بالوالدين إحسانا وقولوا للناس حسنا حسنا نتكلم بالكلام الحسن مع كل الناس بغض النظر عن عقيدته أو مذهبه أو ديانته نقدم الخير للناس نقدم الخير أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ربط إيمانك أيها الإنسان بحب الخير للآخرين تصوروا الدراسة هذه أنا أحببت فقط أيها الأحبة أن أقرأ لكم أن طبعا هذه المقالة منشورة على موقع بي بي سي بتاريخ 16 ديسمبر 2020 أو آخر 2020 تقول هذه طبعا هذه المقالة أخذت من ردة من مجموعة الدراسات أيها الأحبة مجموعة من الدراسات الحقيقة اعتمدوا عليها وهي دراسات صحيحة ويقينية تؤكد أن أعمال الخير والإيثار أن تؤثر على نفسك لديك القليل من المال اقتسم هذا القليل مع جارك أو مع من يحتاجه أو مع قريبك هذا الأمر مفيد للقلب ومفيد لعلاج ضغط الدم ومفيد لعلاج أمراض مثل السكر وأمراض أخرى ربما تتفاجأون ولكن العلم يقول ذلك أيها الأحبة نحن أمام يعني دراسات علمية تقول إن الذين يساهمون في أعمال تطوعية أو أعمال البر أو أعمال الخير مع الآخرين هؤلاء يكون عمرهم أطول يعيشون حياة أطول حتى معدل دقات القلب يكون أقل مما يشير إلى هدوء القلب وكفاءة أعلى للقلب طبعا هنا هنا أيها الأحبة أنا سأقرأ لكم حرفيا لأن أحبتنا من الملحدين ينتقدون أي دراسة نقدمها يقولون غير معقول ما تقولونه أنتم يعني غير معقول أن هذا التطابق الكامل بين العلم والقرآن ولكن أنا سأقرأ لكم حرفيا إن لم تصدقوا اذهبوا إلى هذه الدراسات وهي موجودة على الإنترنت يقولون بالحرف الواحد أيها الأحبة إن التطوع في أعمال البر والخير وبخاصة إيثار الآخرين على النفس كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ما معنى يؤثرون يفضلون أنا لدي يعني وجبة غداء أقسمها بيني وبين من يحتاج لها مع إنسان فقير محتاج أقسم أحيانا أعطيه الوجبة أبديه أميزه أفضله عن نفسي أؤثره يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فقر وقلة يعني الخصاصة القلة يقول تقول يعني هذه الدراسات هذه الأعمال أعمال البر تخفض احتمال خطر الموت المبكر بنسبة 24% طبعا هم أجروا دراسة على آلاف البشر ودرسوا كل إنسان كم عاش ونسبة الأعمال البر التي كان يقوم بها وربطوا هذه وفق معادلات رياضية بسيطة جدا أيها الأحبة تستطيع أن تعرف معدل العمر الذي يعيشه وجدوا أن الناس الذين يعيشون معدل أعمال كبيرة جدا يتميزون بحب الخير والإيثار إيثار الآخرين على النفس طبعا أيها الأحبة قالوا إن تأثير الأعمال الخيرة يشبه أو ربما أفضل من النظام الغذائي الذي يحرص عليه الكثيرون من أجل عمر أطول يعني أعمال البر تطيل العمر أكثر من من الالتزام بنظام غذائي فتخيل أنك لو لو مثلا قمت بالإثنين معا نظام غذائي مع أعمال البر كم ستكون سعيدا في حياتك طبعا يقولون إن هذه الدراسات أيها الأحبة حقيقة أثبتت أن القلب هو أكثر الأجزاء التي تستفيد من أعمال البر قلبك أيها الإنسان هو أكثر الأجزاء التي تستفيد من أعمال البر على فكرة وجدت أيضا أن نسبة الجلوكوز في الدم وانخفاض مخاطر مستويات الالتهاب المرتبطة بأمراض القلب كانت أقل أيضا نسبة الأيام التي يقضونها في المستشفيات أيضا أقل بـ 38% يعني أنت أنت عندما تساعد الآخرين أنت تساعد نفسك لذلك الله تعالى قال وقدموا لأنفسكم قدم لنفسك لنفسك أيها الإنسان الله ليس بحاجة لك وليس بحاجة لأعمالك أنت عندما تعطي إنسان فقر أنت تعطي نفسك عندما تساعد إنسان ملهوف إنسان بحاجة لك أنت تساعد نفسك تنقذ نفسك من المرض تنقذ نفسك من من المشافي والأمراض والموت المبكر وهذه الأرقام لا تقبل جدل أيها الأحبة يقولون إن تأثيرات أعمال البر تعزز الصحة لدى الإنسان وهذا الأمر ينطبق على أي إنسان يقوم بأعمال بر حول العالم في مصر إسبانيا أمريكا أفريقيا الصين حسب استطلاع لي موقع جلب العالمي طبعا أيها الأحبة أنا الآن يعني دعوني أيضا أقرأ لكم لماذا؟ لأنني أريد حقيقة أن أعطي بعض الأرقام التي هي مفاجئة أنا أتصور أن الكثير سيتفاجأ بمث هذه الأرقام نحن ديننا يأمرنا بأعمال البر وبخاصة بر الوالدين وبالوالدين إحسانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أيها الشاب عندما تبر أبويك اعلم أنك تفيد نفسك وتنقذ نفسك من شر بعض الأمراض الخطيرة تأملوا مع أيها الأحبة هناك آثار صحية إيجابية كبيرة جدا لأعمال التبرع بالمال أو أعمال الخير مثال على ذلك يعطون أن خطر الوفاة لدى يقولون الأجداد الذين يرعون أحفادهم بانتظام لديهم خطر وفاة بنسبة تصل إلى 37% أقل من أولئك الذين لا يقدمون مثل هذه الرعاية للأطفال سبحان الله يعني أنت كأب كأب عندما تعتني بأولادك كجد عندما تعتني بهؤلاء الأولاد الصغار وتصبر عليهم تصور أن هذا يجعلك تعيش عمر أطول بنسبة 37% والله أنا متفاجئ أيها الأحبة أنا أول مرة أنا أقرأ من الإنترنت أمامكم لأول مرة أقرأ هذه الدراسة وأتفاجأ بها يعني نحن نعلم أن كبير السن يقول لك أنا أخلاقي ضيقة وليس لتحمل لهؤلاء الأطفال وكذا وكذا أنت تدور نفسك عندما تفعل ذلك أن تعتني بهؤلاء الأطفال وترعى هؤلاء الأطفال أنت تزيل خطر الكثير من الأمراض وبخاصة الزهايمر والأمراض القلب وكذا عندما تكبر وتعيش بنسبة 37% أكبر طبعا هذا تأثير أكبر بكثير مما تحققه ممارسة التمارين الرياضية يعني أنت تذهب للنادي والرياضة والنظام الغذائي وهذا أعمال البر أفضل من ذلك طبيا نحن نقول طبيا وحسب كما قلنا هذه الدراسات المنشورة عن موقع بي بي سي في نهاية عام 2020 نذكر طبعا هنا يقول من ناحية أخرى يمكن أن يؤدي إنفاق الأموال على من يحتاجها إلى تحسين السمع وتحسين النوم وخفض ضغط الدم أنا متفاجئ والله أنا أول مرة أعلم هذه المعلومات أن إنفاق المال يخفض ضغط الدم أنا واثق أن بعض الملحدين والمشككين سيضحكون الآن يقولون ما هذا الكلام الذي تقوله أقول لكم بصدق أيها الأحبة اقرأوا هذه الدراسات اقرأوا قبل أن تنتقدوا الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى رجلا ليس فيه رحمة لم يقبل طفلا لم يعطيه قبلة وهي أبسط شيء تعطيه للطفل قال له أفأمنت أن ينزع الله من قلبك الرحمة يعني النبي كان في الصلاة نحن نعلم من سيرته عليه الصلاة والسلام كيف كان يلاعب ويلاطف الحسن والحسين رضي الله عنهما وكان يعني كان يمتطيان النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد فيطيل السجود ليمتع هذين يلاعب هؤلاء الأطفال يلاطفهم هذا المنهج النبوي مفيد لك أيها الإنسان أيها الكبير في السن بدلا من أن تتنرفز وتعصب وتقول أبعد عني الأطفال هؤلاء الأطفال هم مصدر خير بالنسبة لك وسعادة وحياة أفضل وحياة أطول ويخلصونك من كثير من الأمراض لذلك أيها الأحبة لا تستخفوا بمثل هذه الأمور إذن أعمال البر سواء مع الأطفال أو مع الكبار وإنفاق الأموال على من يحتاجها يؤدي لتحسين في السمع وتحسين النوم وخفض ضغط الدم وطبعا هنا أعمال البر لها فوائد طبية ملموسة أكثر من التمارين الرياضية ومن الغذاء على فكرة لأننا قد نجد شابا يموت في نوبة قلبية قاتلة أو جلطة دماغية نتيجة الضغط النفسي وقد يكون غذاؤه صحي ويمارس الرياضة وتجد إنسان غذاؤه سيء وكذا ولكنه يعيش عمرا طويلا بسبب الهدوء النفسي وأعمال البر التي يقدمها للآخرين طبعا أيها الأحبة هنا يقولون خلال هذه الدراسات يعني يحاولون أن يربطوا هذا الأمر بالتطور لن ينجح معكم هذا خطاب لكل العلماء الذين يؤمنون بنظرية التطور نقول لكم الله خلق الإنسان وبرمجه على حب الخير للآخرين وليس لكم خلاص إلا بالإيمان بالله لا تريدون أن تؤمنوا بالله لن تجدوا تفسيرا لمثل هذه الظوايا نحن نعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بأعمال البر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه القرآن قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة القرآن أمرنا أن نقدم الخير للناس أن نقدم لهم الأعمال الحسنة نقدم لهم ما ينفعهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أنفعهم للناس أنفعهم يريد أن نقدم النفع للآخرين وأفضل مثال نقتد به هو النبي عليه الصلاة والسلام أطعم الفقراء صبر على أذى المشركين كان لطيفا مع جاره اليهودي كان لطيفا مع أعدائه تصور أيها الأحبة هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هنا قد يبدو من غير المنطق أن رعاية الأطفال تقلل التوتر هم يقولون هذه الدراسة تبدو غير منطقية ولكن الأرقام تقول لنا عكس ذلك تقول إن الاهتمام بالأطفال ورعاية الآخرين وحب الخير الآخرين يخفف التوتر لدى الإنسان ويساهم في علاج الاكتئاب ويحسن ضغط الدم ويحسن أداء النظام المناعي وأيضا يقولون نشاط مركز الخوف في الدماغ ينخفض أيضا لدى يعني أنت عندما تلاطف هذا الطفل ينخفض لديه النشاط المتعلق بمركز الخوف في الدماغ وهذا يساعد الطفل على أن ينمو بشكل أفضل ويطور ذكائه بشكل أفضل وبنفس الوقت يخفف التوتر النفسي عنك يعني هي مصلحة متبادلة طبعا أيها الأحبة يعني هنا أنا الدراسة طويلة جدا لا أريد أن أطيل عليكم ولكن أحاول أن يعني هم يتحدثون عن كوفيد 19 كورونا يقولون أن الذين يساعدون الناس في مثل هذه الأزمة أيضا تبين أن لديهم مستويات أقل من القلق خلال إفراز هرمون الإجهاد هذا الذي يمكن قياسه ومعرفة مستوى القلق لدى الإنسان والتوتر النفسي لديهم مستويات أقل من القلق ولديهم أداء أفضل للقلب وضغط دم منخفض ونسبة السكر تكون معتدلة ويقولون أن التعاطف مع الآخرين التعاطف مع الآخرين موجود في جيناتنا في خلايا الجسم داخل الشريط الوراثي داخل هذه الجينات المورثات موجود طيب أنا أود أن أتساءل أيها الأحبة ولكن قبل ذلك سأرى نهاية الدراسة ماذا تقول سأرى نهاية الدراسة أيها الأحبة ماذا تقول هنا يؤكدون أحبة في الله أن أي أعمال بر إنفاق رعاية للأبوين أو رعاية للأطفال مصلحة متبادلة الصبر على الآخرين حب الخير لهم مساعدتهم كل هذا يؤدي إلى فوائد نفسية تقليل الاكتئاب والتوتر وفوائد فيزيولوجية للقلب لضغط الدم لسبة السكر ويفيد أيضا ما يتعلق بعوامل تؤثر على الالتهابات يعني هناك ناس وناس لديهم عامل مجموعة عوامل تجعلهم عرضة للالتهاب أكثر من غيرهم للتعرض لبعض الالتهابات في الصدر أو في أماكن أخرى أو كذا حتى السرطان أعمال البر تخفض هذه العوامل يعني ممكن لأعمال البر أن تنقذك من مرض السرطان فيما لو تركت أعمال البر وكنت بخيلا وكان لديك توتر نفسي كبير يمكن أن تصاب بهذا المرض بينما إذا كنت متسامح وتقدم الخير للآخرين ستنجو احتمال أن تنجو احتمال كبير أن تنجو من مرض خطير مثل السرطان طيب بالله عليكم أيها الأحبة بعد هذه الدراسة أنا الذي أود أن أطرحه الإسلام لماذا جاء؟ النبي بعث ليتم من مكارم الأخلاق النبي أمرنا بحب الخير للآخرين النبي أمرنا بفعل الخيرات النبي أمرنا أن نحسن لكل الناس بل قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أحاسنكم أخلاقا النبي لم يقرب منه إلا من هو على خلق عالي لذلك وصفه الله سبحانه وتعالى عندما قال في حقي وإنك لعلى خلق عظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن تكون هذه الدراسات وهذا العلم وسيلة لكل مشكك يرى من خلالها عظمة هذا الدين عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا